أمل سقر وهي مدربة للغة الإشارة لكن أمل الحقيقة لسه هي في بداية حياتها الجامعية لكن عملت حاجات ممكن غيرنا هيعملها في وقت طويل جداً جداً وبعد قرارات كتير وجرأة هي بدأت فيها من بدري جداً أهلا بيك يا أمل أهلا بحضرت الصباح الفل عليك صح النور أعايز أتعرف على قصتك من البداية أنا كنت في أدايب أعلم كانت بداية دخولي مجال لغة الإشارة أني كنت بتفرج على فيديو معين أنت خلصت سنوية يا عمى خلتي كلية أداب خصمي أعلم اللي ناس كتير بتتمنى كويس أعطي سنة ما تبسطتيش لا الصراحة يعني كنت حبة مجال التصوير فيه يعني أنا كنت حبة عمتاً التصوير بس لما دخلت لقيت الكلية شوية نظرية ما حستش نفسي فيها الصراحة كنت برضو بيجي علي أفكار كده طيشة شوية قلت للماما لا أنا هجيب كاميرا وهنزل المعيزة وهصور ومش عارفة إيه قالت لي والله قلت لها آه لا إما أكمل بقى كنت أنا ساعتا دخلت في موضوع لغة الإشارة لا إما بقى أنا عايز أحول وأخلي مجالي إيه بزوجة جداً خاصة جنتيهم في البيت طبعاً إنتي أحسن تحولي إنتي أحسن تحولي لما تنزليش وتعمليي الكاميرات وتنضطي والكلام ده أحضرتيهم في البيت أنا كنت أحبة لأن أضغط عليهم الموضوع ده أصلاً يعني أنا كنت أحبة لأن كنت أعرف أن كلهم أيرفضوا بسبب أن أنا هنزل لي لي الضياعي سنة وتنزلي سنة من عمرك فصراحة كنت شايفة أن هي خالص بالعكس أن السنة دي قعدتها أنا كتشفت نفسي أنا عايزة إيه يعني أنا مش شايفة أن هي ضاعت مني أصلاً وشايفة أن أنا ما استفتش بها بحيجة بالعكس إذا أنا عرفت أنا كنت عايزة إيه ودلوقتي يعني بشكرهم أولاً يعني آي نعم كان المشدات مع بعضي في البيت بس بشكرهم برضو أن هم شدين مع بعضي طب فكري طب كذا فكرت الحمد لله أخير فكرت أن أنت تحولي خالص بره كلية أداب أوه بالضبط ودخلت تربية بعد كده ضغط تربية تربية في قسم الزاو حتياجات خاصة جامعة الكاهرة حبيت جداً أتعرف على فئات زاوي الإعاقة صعوبات تعلم متلازمة الدون من توحد عندنا برضو فئة صم وضعف السماع وبرضو الأعاقة البصرية بس في الكليم عندناش قسم خاص بصم وضعف السماع دي الحاجة اللي أنت رايحالة أصلاً ونفسك وانت فيها دي الحاجة اللي أنا كنت رايحالها بالضبط لقيت عندنا قسم أعاقة عقلية وصعوبة تعلم أنا قلت مش إشكال أدام أنا كنت أصلاً يعني السنة اللي أنا عادتها دي كنت قادة عمالة ترشو ودخلت في مجال الإشارة وكنت بتعامل مع السم وبشرة كده فقلت لأ خلاص خلي دي حاجة جانبية وكمل في مجال دراسي كده كده كلهم فئة واحدة وكلهم زيوا احتياجات خاصة وكلهم محتاجين لنا كويس بس الحاجة اللي أنت حبها لغة الإشارة ما لقيتهاش جوه جوه كلية طب أنت تغلبت على ده إزاي؟ والله أتغلبت على ده إن أنا قلت خلاص يعني أنا شوف لي يعني أنا حبها أفضل وراء الوادي باستراحة ابتدت أنزل فيديو كان عبارة عن نشيط ديني أنزلته عندي أيها أنت تعلمتها إزاي؟ من خلال موقع كويس الحركة قلت الموضوع ما هو لازم يلزين أبعك اللوغة اتعلمتها إزاي أنا ما خدتش فاق أي كورسات أنا ابتدتها تعليم أونلاين شفت كذا موقع فدلت ماشية من أول أساسيات أشوف مثلا ما شو الله يعني كان فيه أكتر من دكتور في مجال الإشارة بترجمة حديث كرآنية وآيات كرآنية وحاجات كتير جدا ابتدت أني أنا أتفرج على الفيديوهات دي واكتب اسم منهم إيه إشارات فيما بعد بقى اتطورت ابتدت أني أنا مثلا أتعامل مع الصمو بشارة كنت بروح كلية كلية التربية نوعية أتواصل معهم بشارة برضو كنت باخد منهم كمية إشارات طب قوليلي أنت زي عرفت أني أنت بقيت مطقنة للغة الإشارة لا أنا على حد دلوقتي مش شايفة نفسي اللي أنا طب خالص يعني وده شيء كويس أه لا خالص نائي يعني أنا شايفة نفسي اللي أنا لأ ده أنا لسه في البداية خالص يعني أنا شايفة نفسي في بداية المشهور بس حبيت اللي أنا أتعلمه أعلمه لغيري بعد أما نزلت فيديو ليا ناشيط ديني كان يوم جمعة والناس حبوه لا أو كميلي نزلي ده إحنا مناخد منك إشارات ده إحنا عرفنا الإشارة دي وحشنا ودي رسول وده الله وحاجات كده جميلة كميلي بقيت كل جمعة أنزل فعلا فيديو ديني بدأت بالحاجات الدينية بدأت أصلا يعني أنا حبيت أن أنا يعني إيه أجدد الصراحة يعني أنا شايفة أن الحاجات الدينية بتوصل وصل للقلوب أي حد ممكن مثلا في بيت مثلا فيه أي حد ضعيف سمع يترجم له أغنية دينية عن الرسول مثلا حاجات معنوية بحب قوي مثلا أغاني إحلام معايا مثلا حاجات زي النور ما كانه في القلوب مثلا إتفاقه بالخير حاجات كلا في رسائل بالضبط كنت أحب أن أنزل الأغاني دي بعد كده قلت طب ما أنا لقيت بنات بيقولولي دي إحنا عرفنا في الفيديوهات إشارات منك قلت إيه طب أنا ليه ما عملش كورس أولاين زي ما أنا تعلمته ودورته ويعني اتشتت في كذا مكان يبقى هم كمان إيه يعني أنت بتدي دلوقتي أنت بتدي كورس بس أولاين بس يا أمل أنت قلتلي أنت بتشوفي أنك لسه في بداية الطريق أم وقلتلي أنك مش ملمة بنسبة 100% بالضبط اللي أنت بتوصلي للناس الأساسيات أساسيات لغة الإشارة من أول أساسيات حرف أبجادية أرقام أيام أسبوع أقراض الأسرة ممكن فيه كمان لسه أنزل بقى فيديوهات عامة وعمل لهم مع عيد يعني سبت وثلاث هينزل على البيت عندي كوقت كويس تعملي الحاجات دي بقى والله يعني الحمد لله أنا أختي شوية مسنداني بدت تعليميها اللغة يا أنا أصلا أحد معهم في البيت يعني جماعة ناس بره كلهم عمليون يقولولي أمل ويلا وعلمينها أنتوا يعني أنا بتكلم معهم جوا في البيت بلغة الإشارة والله ما أنتوا تتعلموها زي ما أنا تعلم دي البيت اللي كله هدوء أه أه تتعلموها أه أوبئة